ادوات ادات لمحاربة الكبر وهي الاسرار على السلوكيات التي تجبرنا على الوجود مع الاخرين وتجبرنا على التواضع عندما نعيش مع الناس الذين هم اقل مننا منزلة او نعمة الصلاة طبعا في جماعة من اجمل التمرينات على التواضع يعني لما الواحد يذهب للمسجد ويمد يديه بالسلام لكل من يقابل ويصافع الناس رغم اختلاف هؤلاء معي احيانا ورغم اختلافهم عني ولن يمنعني من مصافحتهم سوى الكبر ونقف بجانب اشخاص لا نعرفهم واحيانا يكونوا من اصحاب مهن بسيطة فليس قفه بس لا تذكر هذه النعمة وتذكر العلي وتذكر انك لا تعلوهم بشيء استشعروا لذة الدعاء الجماعي تذكروا ان الله تعالى سبحانه قد يستجيب لكل المصلين بسبب شخص واحد صالح من بينهم وقد يكون انت او انت وقد يكون شخص ليس في العين بشيء ايضا عندما نعمل على خدمة الناس عندما نتطوع بوقتنا عندما نراعي كبار السن في اسرتنا وعندما لا نخجل من اي مهمة يحتاجون مساعدتنا فيها كل هذه ادوات طرق لتفعيل هذا التواضع ستساعدنا في حياتنا العجيب في صفة التواضع هذه ان في مركزيتها نكران الذات ورغبة في عدم حصد الاعجاب لكنها تعمل كالسحر يعني لاعفوا انا لما يأتي الناس يصوروا معي انا والله يعني انا احب اصور مع الشباب لكن عندي تمييز هنا هل اصور معهم عشان اظهر نفسي واعجب بنفسي ام اصور معهم بنية انهم قد يجدوا قدوة لعلها افضل من بعض الفاسدين الذي يقتدي به الشباب التافه فاجدد هذه النية اذا هذه المركزية في الذات تعلمنا ان ما نرفع انفسنا اعلى من مكانها والاجلال هو لله عز وجل فنتواضع ونرفع انفسنا في مكانة اجلال واحترام لكن بدون تكبر رأيتم كيف يمكن ان نتعلم من اسماء الله الحسنى المهارات الحياتية التي تتيح لنا الفوز في الدنيا كما تهيي لنا الفوز في الآخرة هكذا نتعلم من الاسماء الحسنى في الحلقة القادمة باذن الله سنتناول مجموعة جديدة من اهم مجموعات الاسماء الحسنى وهي مجموعة صفات الرفق فابقوا معنا في هذه الرحلة الشيقة مع الاسماء الحسنى والنظرات الجديدة لعله تتنزل انوار الله تعالى فينا اشتركوا في القناة